اهلاً وسهلاً مش كتير من ربعية الزمالك لأول مرة من سنين طويلة جداً أو يمكن مش من سنين طويلة قوي من ساعة من موسم أو اتنين لما الأهلي فاز على الزمالك بخماسات بيتسو بقوا بيسموها كده سوداسية جوزي خماسات بيتسو ربعية كولر جمهور الأهلي يعني لكن لأول مرة من فترة طويلة قوي أشوف جمهور النادي الأهلي مش مش راضي أو مش مش سعيد ولكنه كان منتظر المزيد يعني فيه مطشط كده حتى لو كسبتها قدمت فيها عرض قوي زي اللي عمله النادي الأهلي قدام الزمالك وحتى لو عملت سكور كبير خلينا نعترف أنه في الأول وآخر أربعة في شباكة أو في مرمى الزمالك هي يعني كافية جداً ويعني خلينا أقول أنه طموح الأهلوية يبقى مرضي بشكل كبير جداً لما تتخلب على الزمالك في مباراة بنتيجة أربعة ولكن خلينا أقول لك برضو أنه فيه جزء كبير جداً من جمهور النادي الأهلي وأنا شخصياً منهم ما كنتش راضي عن المباراة بمنتهى الصراحة هكلمكم ليه هل الأهلي بالنسبة له قصة مباراة الدربي أو مباراة المباراة اللي فيها منافسة مع الغريم التقليدي في حد ذاتها بعيداً عن حسابات المكسب والخسارة وبعيداً عن حسابات التتويج تخط اللقاء ده تحديداً وإنت بحقق لقب البطولة رقم 43 في تاريخك وبالتالي أنت بتخذ المباراة بدون أي ضغوط عصبية بتخذ المباراة هدفك الأساسي هو امتاع الجماهير وبالتالي لما يكون عندك فرصة وأنا بكلمك عن ثقافة جزء مش قليل يعني مش هقدر أقولي الأغلبية لكن خلينا أقول أنها جزء مش قليل من جماهير النادي الأهلي اللي دايماً عندها طمع في المزيد والمزيد وياريت الرسالة توصل حتى لمستر كولر أنه جمهور الأهلي لا يكتفي بتحقيق فوز عريض وخصوصاً لما يكون مع فرق بتنفسك على المستوى المحلي أو على المستوى القري بتكلم على فرق زي الإسماعيلي اللي مكسبك ليه في أي مناسبة وفي أي مواجهة يظل بالنسبة لجماهير النادي الأهلي ليه مزاق خالص حتى لو كان الإسماعيلي في المواسم الأخيرة دايماً بيحاول يهرب من شبح الهبوط أو على حساب الزمالك المنافس التقريدي اللي بيننا وبينه حالة صراع لطيفة يعني مش عايز أخذها لحالة من حالات تصدر التوتر والغضب لكن في حالة من حالات الشد والجذب على المستوى الجماهيري بين جماهير الأهلي والزمالك في إطارها الصحيح والطبيعي وأتمنى أنها ما تخرجش عن ده أبداً حقيقي لكن في النهاية جمهور الأهلي دايماً عنده طمع في المزيد والمباراة دي على وجه التحديد كان بإمكاننا الحقيقة أن نحن نحسمها بفارق أهداف أكبر بكتير على كل أحوال مبروك وتأكد الحقيقة العرض القوي اللي قدمه قدام نادي الزمالك أو اللي قدمناه قدام نادي الزمالك بربعية مبارح قدام المقاولون لظهر بشكل شرس الحقيقة شكل شرس حسيت أن المقاولين مبارح بينافس على رقب أو بينافس على مركز مهم يؤهله للمشاركة في بطولة أفريقية ولكن في النهاية ده مفهوم وده دايماً معمول حسابه مع أي فريق مش بس المقاولين وعارفين حجم الشراسة اللي بيقاتل بيها أي فريق في مواجهة النادي الأهلي في محاولة منه لإثبات ذاته وهو بيلعب دايماً أمام الأقوى والأفضل لكن في النهاية يبقى قدامنا تحديات وهتقول لي البطولة خلصت وهتقول لي اللقب اتحسم وهتقول لي أنه الأهلي حق العلامة الكاملة لا أقول لك أنه الضائفة عند الأهلوية ما زالت مستمر مبارح في لحظة من اللحظات للأهلي كان متعدل فيها واحد واحد حسيت بحالة غضب جماهيري على سوشال ميديا وحتى مع الناس الليها كنتم تفرج عليها المطش معاها يعني وكأنه الأهلي لسه بيلعب على البطولة وكأنه الأهلي في حاجة مسة للمكسب وكأنه الأهلي لو خسر نقطتين في المباراة دي اللي هي بينقصين يعني بجد يعني تحصيل حاصل هيبقى في حالة غضب جماهيري شفتوا إلى أي مدى بيفكر جمهور النادي الأهلي شفتوا غيرة الجمهور على فريق محقق كل ألقاب البطولات اللي خضها الموسم ده ومازال عنده رقبة في المزيد حتى ولقب البطولة محسوم عشان كده بقولك جمهور الأهلي عنده دوافع زي ما أنا متأكد تماما وأنا بكلمك كده إنه في قط اللبس في دوافع كبيرة جداً عن ميسر مارس الكولر وما عنديش شك إنه في دوافع كبيرة عند سكواد النادي الأهلي قدامنا فرصة إنه نوصل لرقم تاريخي في حالة مكسب الأهلي للتلات مباريات المتبقية ليه حرس بيرامدز مصري يصل الأهلي للنقطة 90 ويبقى لأول مرة بيكسر رقمه القياسي المسجل بإسمه في عدد النقاط ولأول مرة ينهي البطولة بدون ولا مباراة خسرها إن شاء الله بإذن الله بداية من بكرة أو النهاردة طبعاً هنتابع تمرينة الأهلي ونروح لملعب مختارة تيتش في النادي الأهلي في الجزيرة نتابع ونشوف الساعات الأهلي لمباراة الحرس القادمة إن شاء الله يوم الأربع من بعدها هيتبقى لنا مباراتان فقط لغير مباراة بيرامدز يوم الحد ثم نختم بشوارنا في بطولة الدوري نسخة 22-23 بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 الأربع إن شاء الله اللي بعد اللي جاي من هنا ليوم الأربع في كلام كتير جداً نقول وخصوصاً إنه رقمياً البطولة طبعاً حسمت لكن لازم يكون عندك في الباجراوند يعني أو في الخلفية إنه الموسم اللي جاي صعب جداً 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 والحقيقة على مدار تحللنا لمشوار الأهلي الموسم ده كتير من النجوم اللي استضفناهم أكدوا على أهمية القرار اللي خدوا مجلق استدارة النادي الأهلي في الموسم الأخير براحة اللاعبين الحقيقة اللي استنزفوا على مدار ثلاث مواسم في كل البطولات وإنه القرار ده كان ليه تأثير إيجابي كان ليه مفعول السحر مع مستوى الأداء وحجم الإصابات مستوى الأداء الأهلي اللي يتطور بشكل كبير جداً مع مارسل كولر حجم الإصابات اللي قال بشكل كبير جداً لأول مرة من ثلاث مواسم تقريباً أو من أربعة مواسم فاته ببنشوفش مستشفى الأهلي كامل العدد الحمد لله ونتمنى إن شاء الله ربنا يحفظ على لعبتنا فيه اللي جاي هنتطمن على محمد الشناوي أحاول أطمنكم على حجم إصابته ومدى جهازيته للمشاركة في مباراة الأهلي القادمة وخصوصاً أنها برضو تقدر تحطها في خائب السسناء مباراة الحرس شوية يعني هتطلع الحرس من الحسابات لكن مباراة بيراميدز مباراة المصري بالنسبة لجمهير النادي الأهلي اتنين من المباراة الجمهيرية اللي بينتظرها الجمهير في كل موسم السعدادات الأهلي قيمة الأهلي عودت طبعاً سلاسي اللغاب بسبب الحصول على ثلاث إنذارات أعتقد أنه هيرجعوا لقيمة الأهلي قبل مباراة الحرس عندنا عبد المنعم عندنا ياسر وأعتقد هاني كمان دخل في حسابات مارسل كولر كل التفاصيل متعلقة بما تبقى في مشوار الأهلي في بطولة الدوري وكل التفاصيل تحديدة المرتبطة بالموسم اللي جاي هنتكلم فيها في حلقة النهاردة مع نجم كبير هاشرفنا في أستاذيس النهاردة كابتن رمضان السيد قبل ما نبدأ حلقتنا وندخل في التفاصيل ونعرف أهم أخبار النهاردة خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم